بالنسبة لك يا كريم الحلقات كتبقى بلغة عربية فصحة ولا لغة عامية لأ أنا وجهة نظري أن ما حدث هو الصحة لسبب بسيط يعني أنا هو حضرتك لما بتيجي تنتجي عمل وعمل بهذه الأهمية وعمل أنت تقصدي به حكبة تاريخية يعني بتنقلي حكبة تاريخية مش بحزافرها زي ما قلنا يعني زي ما حتى أستاذ عبد الرحيم قال هو مش كتاب تاريخ هو حتى دكتور بيتر يعني أستاذ عبد الرحيم ودكتور بيتر في الورق هو مستوحى من التاريخ يعني هو زي من نضيف برضو شوية حاجة بالضبط واحدين دي دراما يعني هي فكرة الدراما يعني هما ستين مصدر فلو حلق قريتي الستين مصدر فيه ناس قالت إن حسنا نصباح كويش فيه قالت إن وحش وفيه قالت أنت في الآخر بتقلي وبتكوني وجهة نظرك أكيد لا أنا شايف طبعا هو يبقى باللغة العمية المصرية لسبب واحد أي يعني هدف أي عمل في الدنيا إنه يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين خصوصا الجيل الجديد ده اللي هو عروية مش هيكل معاه بالضبط بالضبط فخصوصا الجيل الجديد خصوصا أكبر عدد زي ما حرجي بتقولي إنه يشوف المسلسل فاللغة العمية سهلت توصيل المسلسل بتاع بيتر خصوصا إن الأحداث قديمة جدا والأسماء صعبة والتاريخة يعني حلقات دسمة وأسماء دسمة فأنا شايف إن تبسطها يعني أنا مع العمية المصرية وهي العمية المصرية مفهومة حتى في اللغة العربي كله طبعا بالضبط من أهم مميزات اللغة العمية الجيل السبعتاشر سبعتاشر اللي ما فوق ده بقيت أسهل يعني يوصل لهم المسلسل بشكل باطل سبيشال إن البطل وبقية الشخصيات ما كانوش ما بين فرس وما بين أتراك فيعني يعني أصلا ما كانوش ما كانوش بيتكلم باللغة العربية أصلا أصلا عشان حتى نقدموا باللغة العربية بالضبط